صوت لأجل التشريع يد ترتفع وأخرى غائبة عن العراق لكنه المجلس الذي تعصف به جيوب المصالح الشخصية لم يرغب جل العراقيين به فكانت المطالبات وما زالت حاضرة لإجراء الانتخابات وكأن تحقيق المطلب جاء على عدة أوجه حكومة الكاظم عازمة على التهيئة والإعداد الجيدين لإجراء الانتخابات فيما يأتي كورونا بعاصفة الإصابات ويدخل بيت التشريع فيصيب من يشاء من شخصيات داخل البرلمان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي كشف عن تفشي الوباء داخل المجلس مؤكدا إصابة عشرين نائبا مع عائلاتهم وأفراد حمايتهم بالفيروس كورونا لم يكن الأول في محاولة إعاقة البرلمان سبقه مصالح النفوذ وبين هذا وذاك ترتفع أصوات فاعلة فيما تختفي أخرى عن قضايا العراق الأسباب الداعية لإجراء انتخابات مبكرة كثيرة من بينها كورونا والفساد والاقتصاد وهذا ما جمع في مخطط الحكومة للسعي بإجراء انتخابات تشرعية مبكرة حديث بين الكاظمي وبلسخارت يصل إلى عنوان ثابت تضعه حكومة الكاظمي على أول السطرة أن تكون الانتخابات المقبلة ترجمة حقيقية لإرادة الشعب العراقي وتحقيق التنمية والاستقرار السياسي بهدف استكمال البناء الدستوري المستدام للدولة نهج واضح تتكاتف الجهود للعمل عليه فالتشريع لا يسهم فقط في إنجاح العملية السياسية فحسب بل إن الصعاب المتعدد كنهيار النظام الصحي وقبله الاجتماعي وما سبقه السياسي والأمنية كل هذا يتعطش لقرار وبرنامج عمل لصناعة برلمان لا يعل فيه إلا صوت العراق شكرا